حد زي سيد عمر سليمان كان موقعه عي على الخريطة زي محربة الراف يعني هو كان ما قيل عنه ويمكن دي ما يعني من الحاجات اللي بتصير على ما تستفهام منه كان هو الصندوق الأسود الذي يحوي كافة أسرار التعامل المصري مع دول الجوار وكثير من العلاقات الدولية المتشبكة وكان يعرف بحكم موقعه كثير من الأسرار التي لا تتح لغيره ورجال المخابرات دايما عندهم عبء سقيل وهو كان رجلا رشيدا عاقلا فيه خدر كبير جدا من الحنكة والبساطة في التعامل مع الناس هل كان من الطبيعي أنا معرفش إذا كان ده تكرر على مدى التاريخ بالصورة دي ولا لأ يعني لكن هل كان من الطبيعي أنه الناس كانت دايما تقول أنه ملفات الخارجية المصرية في هذه اللحظة أدق ملفاتها كان يتعامل معها السيد عمر سليمان ليس هذا أمرا جديدا منذ العصر الرئيس عبد الناصر كان محمود فوز وزير خارجية ومحمود رياض مستشار الرئيس الشيون السياسية وكانت الملفات بتبقى عنده يعني منذ 23 يوليو وما بعدها انتقل جزء كبير جدا من وزارة الإكسلانسات كما يسمونهم إلى مطبخ الرئاسة وجرى العرف أن الدول الجوار بالذات الملف في العلاقات مع إسرائيل الملف في العلاقات مع السودان ربما الملف مع السعودية ودول الخليج ليبيا كانت بتبقى في حوزة بعض الشخصيات التعامل مع علاوات المتحدة الأمريكية التعامل مع إثيوبيا أو بدايات سيد النهضة كان تعامل مع حماس تعامل مع كل رضايا في الإنسطينية كان ده صحيح السيد عمر سليمان هو الغالب على هذا الموضوع صح؟ دايما تجد السيد عمر سليمان يسافره ومعه أو هو مع وزير خارجية هو كان وزير خارجية ده هو السيد عمر موسى أو أحمد أبو الغيت أو حتى المرحوم أحمد مهن موسيقى